السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل مبدأ الفيديو بتاعي النهاردة ما ننساش نشترك ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد هندخل بسرعة على اللينك اللي موجود أسفل الفيديو وهندغط عليه عشان يفتح الموقع بتاعي اللي احنا هنشرحه مع بعض النهاردة وهو موقع live points تمام؟ أول ما اضغط على اللينك اللي موجود أسفل الفيديو هيصهر لي صفحة اللي احنا شايفينها قدامنا دي بعد كده هضغط على الشرط اللي موجودين أعلى الشاشة واضغط على كلمة سجل بعد كده هيفتح لي الصفحة دي طبعا تسجيل دخول للناس اللي بالفعل عندها حساب على الموقع فأنا دلوقتي معاك وهضغط على اشترك الآن عشان يفتح لي صفحة التسجيل في الموقع طبعا لازم البيانات اللي احنا شايفينها على الصفحة دي أملاها كلها البريد الإلكتروني الرقم الهاتف اختياري مش إجباري ولازم كمان أعمل علامة صحة على الموافقة على البنود الخاصة بالموقع طبعا كلمة المرور اللي هحطها للموقع لازم أكون متذكراها كويس جدا عشان هي دي اللي هقدر أن أنا أدخل على الموقع وأخرج بكل سهولة وبعد ما خلص تسجيل البيانات في الصفحة دي أضغط على كلمة سجل الآن وبالفعل هتروح لسالة على البريد الإلكتروني بتاعي اللي هو الجيميل لازم أضغط على الرسالة الموجودة على الجيميل عشان أأكد تفعيل حسابي على موقع لايف بوينتز هنتظر حوالي عشر دقايق على ما الرسالة بتاعتي توصل على الجيميل وبالضغط على الرسالة زي ما قلنا كده بيتفعل حسابي في الموقع بدون الضغط على الرسالة دي كده أنا ما فعلتش حسابي بالاشتراك في موقع لايف بوينتز بعد ما فعل الاشتراك على الموقع خطوة مهمة جدا وهي هروح للتسجيل بياناتي في الملف الشخصي الخاص بالموقع ودي اللي على أساسها هيبعتلي الاستطلاعات طبعا بالنسبة للبيانات الشخصية بالنسبة للهوايات بالنسبة للعمل بالنسبة كمان للموقع الجغرافي بتاعي أنا متواجدة في أني بلد هنشوف مع بعض كل ده دلوقتي كده خلاص أنا فعلت حسابي على الموقع هاجي هنا لتعبئة المنف الشخصي هاخد هنا المنزل معي أول سؤال عدد الأشخاص المقيمين في المنزل طبعا بختار العدد المناسب ليا بعد كده الحالة الاجتماعية هنيجي وصف محل الإقامة بعد كده عدد الأطفال اللي موجودين في المنزل سنهم تحت الثمنتاشر بعد كده السنوات اللي تولد فيها الأطفال المقيمين في المنزل طبعا إحنا ملاحظين هنا أن في بعض الأسئلة لما بتجاوب عليها بيحاولني تلقائي للصفحة اللي قبل كده إنما السؤال ده الصفحة بتاعته موجود في الأسفل كلمة حفظ وهي إن هو يتيح لي أكتر من خيار يعني أعمار الأطفال لازم أختار أعمار مختلفة واسنين مختلفة فبالتالي صعب إن الصفحة تتحول تلقائي فلازم أعمل حفظ للإجابات هيجي بعد هنا بعد كده يسألني عن الدخل قبل الضريبة وبعد الضريبة هحط بردو دخل متوسط أو اللي أنا حبايا ما فيش مشكلة بعد كده هيجي يسألني هل تتاجر في الأسهم هضغط على كلمة لا هيبدأ كمان يسألني عن المنتجات المالية اللي بيستخدمها سواء بمفردي أو مع الآخرين هو يقصد هنا بالتأمين مثلا التأمين على السيارات أو التأمين الصحي أو التأمين ضد الحوادث أيا كان الاختيارات المتاحة عندي أكثر أسجل الاختيارات اللي أنا عايزاها السؤال ده طبعا هيكون ليه حفظ إجابات هنشوف مع بعض هنضغط على أكثر من اختيار وفي آخر الصفحة هيظهر عندي كلمة حفظ بضغط عليها وكده خلصنا الخانة دي هدخل بعد كده على الجنسية والأي مجموعة أنتمي سواء عربي أجنابي ندخل هنا كمان على المهنة والعمل إيه هو الوضع المهني الحالي طبعا لينا الحرية نختار الوظيفة سواء دوام كامل أو دوام جزئي أو رابط منزل القطاع نختار أي قطاع بعيد عن الأبحاث التسويقية لأن لو اخترت قطاع الأبحاث التسويقية طبيعي جدا أن أي استطلاع حيجي لي حيرفض أنه هو يكمل معي بيكونوا محتاجين ناس بعيدة عن الأبحاث التسويقية عشان يدوا رأيهم في المنتجات أو العروض المقدمة من الشركات هنا طبعا عندي مجالات كتيرة جدا أقدر أختار المجال المناسب لي بعد كده في هنا سؤال عدد الموظفين القائمين أو اللي بيعملوا في المؤسسة بتاعتي هكمل كل البيانات المطلوبة مني بقى هيجي بعد كده هل تعتبر نفسك المسؤول عن شراء منتجات البقالة لازم ضروري جدا أضغط على كلمة نعم لأني لو ما ضغطش على كلمة نعم بالتالي الملف الشخصي مش هيكون مناسب للاستطلاعات لأن لو أنا مش مسؤول أني أنا بشتري أغراض البيت فطبيعي أني أنا مش هقدر أني أنا أدي رأيي في المنتجات اللي بيطلبوا مني أني أنا أدي رأيي فيها عندي كمان هنا الأغذية والمشروبات هحاول أختار أكبر قدر من الاختيارات عندي من مشتريات البقالة بعد كده هيسألني على المستوى التعليمي والسنة اللي صادر فيها المؤهل اللي أنا أخدته التخصص بتاعي هجاوب على كل الأسئلة دي بعد كده ندخل على السيارات هنا عندي السيارات طبعا هكتب نعم إن أنا أملك سيارة لأن في شركات كتيرة جدا لاستيارات بينزلوا استطلاعات عشان يشوفوا رأيي الناس في المركات وفي جودة السيارات الموجودة في السوق فأنا هضغط على كلمة نعم هنا بيسألني هل ترتدي عدسات لاصقة أنا أختار لا هيسأل هنا عن الهوايات عندي هوايات كتيرة جدا هو حططها لي في الاختيارات هختار اللي ينسبني وطبعا السؤال ده زي ما أنتم شايفين هلاقي أسفل الصفحة موجود كلمة حفظ بختار اللي أنا عايزة وبعد كده بضغط على كلمة حفظ في الخطوة دي هيبدأ يسألني عن أنواع الموسيقى وهل أنا بستخدم المواقع الخاصة بتنزيل الأفلام أو الميوزيك طبعا لازم أضغط على برضو كلمة نعم لأن أحيانا بينزل عندي استطلاعات خاصة بالمواقع زي شاهد أو شاهد في آي بي أو نتفليكس أو كمان يسألني عن اليوتيوب والمواقع فهحاول أن أنا خلي الإجابات بتاعتي كلها بنعم عشان يتيح لي فرصة المشاركة في أكبر كم من الاستطلاعات هيجي هنا يسألني عن الأجهزة الموجودة عندي أو المتاحة عندي ما ينفعش طبعا أختار لشيء مما سبق لازم يكون عندي أولا هاتف زكي أحاول أن أنا نوع برضو في الإجابات زي ما قلتلكم أختار مثلا هاتف محمول أختار جهاز ألعاب الفيديو لأنه طبعا بينزلنا كتير برضو استطلاعات عن ألعاب الفيديو هنيجي هنا زي ما قلتلكم هل لديك إمكانية تنزيل الأفلام هنختار نعم هيسألني هنا عن المنتجات الغذائية اللي بشتريها للأطفال اللي موجودين عندي وجايب لي مركات كتيرة أختار المركات اللي أنا عايزيها هواعمل حفظ للإجابة هنيجي هنا لقسم وسائل الإعلام هنشوف هيسألني عن إيه عندي هنا كم عدد الساعات اللي بشاهد فيها التلفزيون إسبوعيا هاختار عدد الساعات المناسبة ليا آآ كم مرة تستمع للراديو طيب عندي هنا إيه المنشورات اللي أنا بقرأها أختار برضو إجابات متنوعة وأعمل حفظ للإجابة بتاعت السؤال قبل ما أخرج من الصفحة معي هنا السؤال الأخير وهي وسائل التواصل الاجتماعي اللي أنا بستخدمها باستمرار هاختار آآ أكبر كم من الاختيارات المتاحة عندي أو المواقع المتاحة عندي وأعمل حفظ للإجابة الخطوة اللي جاية بعد كده مهمة جدا 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 وهي أني هروح على المتجر الخاص بتنزيل التطبيقات عندي على التليفون وأكتب كلمة أوبنيون آب هوريكوا شكل التطبيق معايا هو ده شكل التطبيق هنزل التطبيق ده عندنا على التليفون وهقول لكم دلوقتي إيه فايدة التطبيق ده وهستخدمه في إيه هنشوف دلوقتي مع بعض شكل الاستطلاع اللي بيكون موجود على live points بيكون موجود إزاي وأقدر أن أنا أجاوب على الاستطلاع إزاي يلا بنا ده شكل الاستطلاع اللي بيكون على live point هيطلب مني مشاهدة الفيديو هيجيب لي صورة في الفيديو طبعا الصورة غير مطابقة للصوت خالص وهو ده عشان يتأكد إن أنا منتبهة للإجابة على الأسئلة اللي هيسألها لي هيجي بعد كده يسألني إنت شفت إيه في الصورة أو سمعت إيه طبعا هو كان جايب لي هنا صورة قط ولكن الصوت اللي كان شغال كان صوت كلب بعد كده هيسألني عن الوظيفة لازم أختار أي وظيفة بعيدة كل البعد عن مجال الأبحاث التسويقية أو مجال الإعلام وهكمل الاستطلاع بتاعي للآخر طيب السؤال هنا أنا جبت الاستطلاع ده منين أو جالي فين الاستطلاع ده ما جاليش على الإيميل الاستطلاع ده جالي على التطبيق اللي أنا قلتلكو عليه من شوية أول ما بنفتح التطبيق هنلاقي موقع لايف بوينت موجود على التطبيق لما بيكون فيه أي استطلاع على الموقع بينزل ديريكت على التطبيق بتاعي اللي هو أوبنيون آب هوريكو دلوقتي صورة لموقع لايف بوينت من تطبيق أوبنيون آب بيصهر عندي بالشكل ده طبعا هنا عندي كلمة أحصل على المكافآت لو أنا معايا خمسة دولار بقدر أحاولهم للبي بال إزاي طبعا هنا أنا معايا دولار وثمانية وثلاثين لو هم خمسة بقدر أضغط على كلمة خمسة دولار اللي هي قدامها كلمة البي بال ولو موجود فعلا الرصيد بنلاقي كلمة استرداد دي آآ ظهرة باللون الأورنج عندي فبضغط عليها فبيحول لي الفلوس دايركت على حسابي في البي بال أقدر كمان إن أنا أحاول الفلوس آآ كرصيد على موبايلي أو الستي سي أو كمان أشتري آآ بخمسة وعشرين دولار أشتري أسايم شراء طيب أضغط هنا على كلمة تعديل الملف كل ده أنا شغالة معاكو من تطبيق أوبنيون آب طبعا هنا أقدر أعدل في الملف الشخص التاعي في أي وقت عادي جدا أتمنى النهاردة يكون الفيديو أفادي الجميع ما تنسوش الدعم بالاشتراك وتفعيل الجرس وما تنسوش كمان لايك للفيديو أشوفكو على خير مع السلامة